بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظره الفرنسي إبانوان الماكرون هاتفيا تطورات الأوضاع في ليبيا واستعرض السيسي جهود بلاده لتسوية الأزمة على نحو يفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيها من جانبها أشهد الرئيس الفرنسي بالتحركات المصرية الدعوبة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار إعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية